أبدأ الأول بالسيربوسايتس في الكرونيك سيربوسايتس عايزكوا تعرفوا الباثولوجيكال ليجنز أو الكوملكيشنز إذا بتحصل مع الكرونيك سيربوسايتس سيبقى معها في كلمة السبلين في الكرونيك سيربوسايتس سبلين S-P-L-E-N S مع التهابات المزمنة في السيربكس بيحصى سكومس بتابليزيا في الإندو سيربكس ودي بتقلب بكنسر سكومس سيل كارسينومة P-Polyps في الإندو سيربكس مع التهابات المزمنة بتبدأ الجلاند يحصل فيها ويحصل مع شوية جلاند زيادة فيكون عندي اللي بتبقى ليه كوريا اللي كوريا بقى فيه سائل أبيض ميوكو بيرلان بينزل من الفيميل الاسمها اكتروبيون وكلمة اكتروبيون حصل يعني تقلب من اللي هو الاكتروبيكس بتقلب لبرة وده ممكن يعمل هابيتي والأبورشن ده طبعا بتقلب بسبب الفايبروزز يعني الفتحة بتاعته بتوسع ولكن بيبقى مقلوب لبرة زي ما بيحصل كده في الإدج بتاعت فكلمة اكتروبيون يحصل وده بسبب التلايف الشديد اللي بيكرمش الأطراف وده طبعا بيعمل هابيتي والأبورشن يعني إجهاض متكرر التانية اسمها والإيروجينز ديت بيحصل فيه قرح وبيبدأ يضغط بكلامنر إبيثيليام ولكن مش ميتابليزي يعني بيبدأ كلامنر إبيثيليام اللي موجود في الإندو سيرفيكس يزحف عشان يغطي الإجزو سيرفيكس الان بنسميها نابوثيان فوليكل ودي عبارة عن جلاند اللي موجودة في السيرفيكس بتتسد بسبب للتهابات وتتنفخ تتميلي ميوسين فبيسموها نابوثيان فوليكل وهي دي اللي بتفرقع وتعمل الليكوريا الموضوع كان مهم تاني موضوع مهم عندنا اللي هو بيربراسيفسيز دي نعرف برضو خصتها بيربراسيفسيز طبعا معناها كلمة بيربرا جاء من بريبيريوم بريبيريوم فترة النفاس وسبسز بيبقى فيها صديد صديد في فترة النفاس يعني جاي بعد الحاملة او بعد الولادة اليوترس بيبقى مليان صديد اول العراض بتلاقي خبط بعد الولادة بقى مليان صديد وبيبقى طبعا لونه احمر وبيبقى صفت لان جوا صديد صديد بيكل في القنسجة طبعا مشكلة انها بتعمل انتشار بجميع الطرق وبلاد والانفاتيك البلاد بتعمل تكسيميا وسبسيميا وجلطات ملوسة اللي هي بتبقى جلطات ملوسة في بتتكون بسبب الصديد وبتبدأ تتحرك وتعمل وده من اشهر اسباب الوفاة وطبعا التلايب فيما بعد بيعمل في بعد كده عندنا موضوع اسمه نبقى عارفين كيف فاهمينه كلمة ادينو يعني جلاند يعني مصل يعني جزء من الجلاند حصل جوه المصل بس بشرط مع السترومة بتاعتها ليه مع السترومة لان الجلاند جلاند طبيعية يعني زي ما يكون للجلاند بس بتاعت الاندومتريا مجوه المصل وليس اختراق فطبعا الجلاند بتانفاجينيت بالسترومة بتاعتها لان عدم وجود استرومة ده يخوف ده بيرجح كافة السرطان فهو جزء من الجلاند اللي موجودة في الرحم حصل لها بروليفريشا مع السترومة بتاعتها داخل العضلات وطبعا ده مشكلته ايه؟ مشكلة ان هو بيحصل شيدنج وبليدنج أثناء الميسترويشن يقوم الفيميل يحصل لها ألم أثناء الميسترويشن من ساميد سمنورية وده أشهر سبب لآلام البيريود عند الفيميل الجروس فيكشور طبعا هلاقي ان اليوترس بيبقى تخين لانه جواها طبعا جلاند وهمورج تحت الميكروسكوب بلاقي اندومتريا جلاندو طبيعية وفيها الاسترومة بتاعتها والكمبيليكيشن قلنا ان هو بيحصل ده سمنورية ده غير قصة الاندومتريوزز الاندومتريوز ده قصة تانية اندومتريوزز اندومتريوز جميلة اندومتريام اللي هي بطانة الرحم واوزز يعني كتير بطانة الرحم كتير فين؟ بس فين برى اليوترس برى اليوترس يعني الاندومتريام هيبقى موجود فين؟ طبعا في اماكن غير طبيعية اماكن اكتوبك زي مين مسلا اقرب حاجة مسلا او في بعض الحالات بتلاقيها مسلا في البريتونية ممكن في اللينفنوت وفي اماكن اخرى ايه النظريات اللي فسرت الاندومتريوزز يا ترى ايه اللي نقل الاندومتريا من اليوترس الى خارج اليوترس تحطت نظريات كتير تلات نظريات نظرية الاولية بتترجع عملية الانتقال فعلا بتقول لك يا فعلا اتحركت او اتنقلت بسبب ارتجاع في التيوب يقول لك الفي ملح صلى الله ريجيرش الاندومتريا من اللي موجود في الرحم الرجع ان التيوب عملت حركة عكسية بتاعتها تعكست فبدأت تحرك الاندومتريا الجيلاند طردتها برة اليوترس دي نظرية النظرية التانية يقول لك لا ده الجيلاند ما تحركتش ولكن الاماكن انت بتقول ان فيها جيلاند او اندومتريا الاماكن دي اصلا اتحولت الى اندومتريا الجيلاند دي بيسمون يقول لك مثلا السيرفيس ابثيليام بتاع الاوفر اللي انت بتقول ان هو فيه اندومتريوزيز لا ده ده سيرفيس ابثيليام ده ما حفوش يعني ما حصلش فيه ولكن هو تغير نوعه بقى شابه الاندومتريا فدي سموه في نظرية تالتة رايحوا دماغهم وقول لك لا ده يعني الجيلاند او الاندومتريا بدأ ينتقل عن طريق الفيسلز أثناء البريود في فيسلز متقطع فبدأ يتنقل من الرحم لبره عن طريق الأواع الدموية فينتقل لأي مكان يعجبه في الجسم في جميع الحالات أنا هلاقي أي منطقة فيها اندومتريوز بيبقى لونها بني لأنها كتلة بنية لأنها مع الهاموريش بيتجمعها مسادرة تحت المايكروسكوب بيقولك فيه قاعدة أنا لازم أشوف حكتين من ثلاثة حكتين من ثلاثة تحت مثلا لقنا في الأوفري كتلة لونها بني عايزين شخصة اندومتريوز تحت مايكروسكوب لازم تشوف حكتين من ثلاثة إيه هما التلاثة؟ أشوف اندومتريا الجلاند أشوف اندومتريا استرومة أشوف يموسادرين أي اتنين من الثلاثة دول يشخص اندومتريوز طبعا الكمليكيشن بتاعت الاندومتريوز أولها إن بيحصل بليدنج وقت البيريود في الأماكن ديت يبقى أحد أعصى الله نزيف على الأوفري أعصى الله نزيف في البريتونية بنزيف على جدار الانتستن النزيف في أي مكان في اندومتريوز نزيف في البليدنج دوت بيعمل طبعا بيعمل أرجانيزيشن بيعمل فيبروزز بيعمل حاجة اسمها كتلة بنية على الأوفري وطبعا بيعمل ممكن يحصل لو في الفلوبيان تيوب طيب في عندنا موضوع كمان مهم قوي اسمه اندومتريا الهايبر بليزيا موضوع بسيط جدا ولكن مهم جدا اندومتريا الهايبر بليزيا مهم لأنه أشهر سبب للنزيف عند الفيميل الهايبر بليزيا حصل اكتر من الاندومترياسترومة ايه اللي بيعمل اكتر من السترومة هو زيادة هرمون الأسترين وأسباب زيادة الأسترين لازم عارفينها يقول لك الفيميل ممكن لو ما حصل لهاش سيكل من السيكل يحصل ايه الاستروجين يزيد او ما بيحصل لاش خالص بيسمه او ما بيحصل لاش بطريقة متكردة يعني ممكن تبقى شهرين عندها بيري شهرين لا دي اسمها سموها بوليسيستيك او عندها استروجين عالي جدا او في ميل عندها تيومر بيفرز استروجين زي اوفيرين تيومر او سوبرى ادرينال كورتيكال تيومر تحت المايكروسكوب في عندي ثلاثة او ثلاثة انواع النوع الاولاني بيسموه لونا لقيت الجلاند جلاند زيادة وجزء من الجلاند حصل فيه نفخ واللاينيك بتاعها طبيعي من شكلها عادية جدا دي سموه انتفاخ الجلاند الغير طبيعي دي سموه سويس قوي فضغطين على بعض طب زحمة مبررة من جوة لأ جلاند نفسها كتير زحمة وكمان اللاينيك بتليها مزحمة يعني خاصة اللاينيك بسينا بقى اكتر من طبقة وممكن يطلع بابلي عملية بقت معها ادر فدي سموه اي واحدة من اللي فاتوا دول سيمبل او كومبليكس لو لقينا شكل الخلايا اللي عاملة سواء في السيمبل اللي هي طبقة واحدة او في الكمبليكس اللي هي اكتر من طبقة بقى شكل الخلايا وحش اتيبيكل بيسموها اتيبيكل هايببليزيا ودي اللي هي ممكن تقلب ماليجناند ايه مشكلة اندوميتر هايببليزيا مشكلتها انها بتعمل ابنورمال بليدينج ولو وصلنا مرحلة الاتيبيا بتقلب ماليجناند طيب فيه بعد كده عندنا موضوع مهم اسمه كانسر سيربيكس كانسر سيربيكس قلنا انه هو كانسر فروستيتيوز بيجي للفيمينز المنحريفات اكتر من غيرهم يبقى اكتر من علاقات متعددة طيب ممكن في بعض الحالة فيها كرونيك سيربيسايت ازاي ما قلنا قبل كده في اول موضوع لان الكرونيك سيربيسايت عند الفيمين المالتي بيرس ممكن يحصل فيها سيربيكس البريكنسس ليجن اشهر بريكنسس ليجن عندنا وده مشهور جدا مهم اسمه سيربيكال انتر بثينيو بليزيا اللي هو ما هو الا ديسبليزيا سيربيكال انتر بثينيو بليزيا انا اصمه اكتر لو احنا جينا اصمنا ايبيثيليا متاع السيربيكس الى تلت طبقات او تلت اه تلتة زون يعني تحته وفي النص وفوق هنلاقي ان بتبدأ او التغيرات في الخلايا بتبدأ تحت فدي بيسموها يعني بلاقي شكل الخلايا وحش بس في اخر طبقة في تحت خلص مشاكل بتبدأ من تحت خلاص وبيحصل معها حاجة اسمها يعني بلاقي اثار اللي هو لهم باللومة فيروس موجودة في الخلايا على شكل طيب ممكن تخف او ممكن تقلب لسي اي انتو سي اي انتو بعد خمس حصلت التغيرات دي تلاقي كوليو سيتوز والديسبليزيا في اللور تو ثرد يبقى انا بنزل من تحت وبعلى طيب سي اي انتري بدأت تتحول الى اه حصل سيفير ديسبليزيا او تغيرات مع كوليو سيتوز في كل الطبقات وده اه لو حصل اني لقينا كل طبقات السيرفيكس اللي هي السيدفايس كومس الطبقات كلها بقى شكلها وحش في الحالة دي ممكن تقلب تبقى انفيزيف يعني ممكن تخترق مع الوقت بس بتقعد فترة طويلة من خمس عشر والسنين مصرها انها بتبروجريس او بترجريس يعني ممكن الساعة ان ترجع اتنين اتنين ترجع واحد وهكزا او ممكن تتقدم ولو تتقدمت تتحول الى انفيزيف كارسينومة طب لو تحولت الى سرطان انفيزيف كارسينومة بقى شكله ايه? الاشكال العادية تحت المايكروسكوب اشهر سرطان عندنا بقى سكومس كارسينومة اه ممكن نلاقي ادينو ممكن نلاقي اتنين مع بعض وممكن اسوأ انه بلاقي حاجة اسمها سمول سل كارسينومة ايه الكمبليكيشن بتاع كانسل سيرفيكز زي ايه سرطان بيعمل انتشار دايريكت وليمفاتيك وبلد دايريكت طبعا الفاجينا والبلدر والريكتام الاماكن اللي حواليه وطبعا مشاكل الالسر اللي انتم عارفينها بليدين وساكنر انفكشن او تخرم وتعمل في بيقولك لو احنا اللي لقينا في ميل عندها كانسل سيرفيكز بس سي اي ان ثري دا بنسميه كارسينومة انسايتو او ياخد ستيش زيرو لان لسه ما منزلش من الابيثيليا معالة الصب ميكوزة يعتبر ما اخترقش لسه الجدار طب لو لقيناه مخترق الجدار وفي الجدار بتاع سيرفيكز بس داي بقى ستيش وان طب لقيناه بدأ يتحرك وينزل تحت تحت اسهله طبعا في منطقة مفتوحة في الفاجينة داي بقى ستيش تو طب لقيناه اخترق الجدار وطلع برة على البلفيكول او نزل خالص بقى على الورفاجينة داي بقى ستيش تري طب لو لقيناه اخترق وراح للبلفيكستراكشرز او اه بدأ يروح للأورجنز بقى ريكتم او بلدر او غيره او يروح للدم داي بقى ستيش فور دا بالنسبة للايه للكانسل سيرفيكز اندومتريا الكارسينومة سرطان اندومتريا مستنبت كارسينومة عادية جدا ولكن نبقى عارفين اندومتريا الكارسينومة اه في الفيميلز اللي هم عندهم زيادة في الاستروجين برضو وغالبا بتلاقي الفيميل دول انفرطايل ناليبارا ناليبارا ما خلفتش لان فترة الحمل اه بتحمل فيميل بتقلل معدلات الاستروجين في الجسم فاللي ما بتخلفش او ما بتحملش يبعدها الاستروجين على طول عالي خاصة لو هي اوبيس لان لقوا ان الاوبيسيتي بتزود مخزون الاستروجين عن طريق والفات اللي موجود بيتحول موجود في الفيميل بيتحول لاستروجين مع السن مع كل مزاد سنها الفات دا يكسر بتحول لاستروجين اه الجروس بتدي اشكال عادية خالص بلاقي اللي يترس بشكله بتدي ديفيوز او تحت المايكروسكوب تحت المايكروسكوب انا عارف ان اللاينيج بتاع الاندومتريا من قبارة عن جلانز كلامنا بثيل يمعاملة جلانز بسرطان ممكن يطلع ادينو سكويموس ممكن وممكن ادينو اكنثومة ايه الفرق بينهم ادينو سكويموس يعني جلاند ماليج ننتجلاند مع سيلنست سكويموس بلاس ادينو اللي اتنين مع بعض انما ادينو اكنثومة لا ادينو اكنثومة يعني ماليج ننتجلاند اللاينيج بتاع الجلاند بدلا ما يبقى طبقة واحدة بقى طبقات كتير عبارة عن ستراتفال سكويموس يعني الجلاند نفسها الوحدية جواها ستفاس كويمس فدي ساموها أدينو أكانثوما أو يطلع بابلاري أدينو كارسينوما مضاعفات عادية جدا زي أي سرطان اللي هي بيعمل سبريد وبص على مشاكل الألثر ومشاكل الماس طب إيه الساركوماز اللي ممكن تيجي في اليوترس حكذا دي قلنا دي كارسينوما يعني في الجلاند أدينو كارسينوما طب إيه الساركوماز أشهر ساركوماز ليومايو ساركوماز ولذلك عارفين الليومايو ساركوماز بتطلع لوحدها مش أنطبه في اليومايوما اليومايوما بتقلبش ليومايو ساركوماز في غالبية الأحوال أو فيه ساركوماز يسموها ساركوماز ساركوماز يعني طبعا اسم مش اسم عالم دوت اسم وصف شكل السرطان بيبقى عمل زي عنقود العنب فيسموه ساركوماز بيجي في البنات الصغيرين أقل من ست سنين فقو بيقليها اسم تاني أحيانا الليستروماز بتاعت الاندومتريا اللي يعبر عن خلايا بتتحول لسرطان فيسموه سترومالساركوماز وأخيرا نقولك لو لقنا عند الفيميل في سنها كبير قوي لقنا عندها ماليجنانت جلاند ولقنا عندها ساركوماز وكرسينواز في نفس الوقت ماليجنانت جلاند بيبقى كارسينوماز وفيه ساركوماز في نفس الوقت دي بيسموه كارسينوساركوماز أو ثري ام تيومر اللي هو ميكسد ماليجنانت موليريان تيومر نعرف بس أسميهم طيب الجزء الأخير في التسجيل ده هتكلم على الوفيريان سيست ودي من الحاجات برضو المهمة يقول لك ايه أنواع السيست ممكن نشوفها على الوفيري الوفيري السيست اللي فيه ممكن تبقى نانيو بلاستيك وديه غالبا سيست صغير اي فيميل على وجه الأرض ممكن يتكون عندها سيست في الوفيري في مرحلة مراحل حياته نانيو بلاستيك مش تيومر موظمه مش تيومر او يتكون سيست عبارة عن تيومر طيب لو السيست مش تيومر الاحتمالات اول احتمال في الاساس عندي حاجة اسمها جرافيان فوليكل عند الفيميل في الاوبيري جرافيان فوليكل دي لو ما فرقعتش يبقى هي عبارة عن سيست اسمها فوليكلرا سيست دي بتحصل امتى طيب السيست دي بتبقى سينجل او ملطب الممكن تبقى مرة او مرتين او تلاتة يعني جالها شهر من الشهور مثلا ما حصلش طبويد خلاص جرافيان فوليكل تفضل في الاوبيري يعني شوفت بالصنارة جينا عمل لأشعة تفيزيونية اشوف سيست بنسميها فوليكلرا سيست اللاينج بتاعها بيبقى عبارة عن بتفرز ايه بتفرز اسجن ودي احد اسباب زيادة اسجن عند الفيميل طيب يقول لك لو الكلام ده بقى فيه فيميل اللي ما بتعملش اوفيوليشن خالص او عدم الاوفيوليشن عندها متكرر يبقى هيبقى عندها سيست كتير من الفوليكلرا سيست دي هيبقى عندها كتير قوي دي نسميها هيبقى نفس اللاينج وبتفرز اسجن بكميات كبيرة تمام الفيميل اللي عندها اسجن زيادة قوي بتعمل متلازمة سماش تاين لفينتل سندروم ان طبعا بلاي ان الاسجن بيقفل البون بدري فبلاي الفيميل دي قصيرة الاستجن بيساعد على تخزين الدون بالإيام تختاخها اوبيس الاستجن بيبقى مع الكميات الكبيرة ليه اندروجينيك افكت فيبقى عندها هيرشيوتزم الفيميل دي طبعا ما عندهاش اوفيوليشن وما عندهاش بريود اصلا فبلاي عندها امينورية خلاص يبقى ده بالنسبة طيب ناخد بقى عكس عكس الفيميل يحصلها طب لو حصلها راحت فين اتحولت لكورباس الليوتين طب كورباس الليوتين بتاعه ايه خلايا جرانيولوز بس اتعرضت ليه فيسموها بتفرز ايه بتفرز بروجستيرون طيب لو الفيميل عندها اكتر من كورباس طبعا كورباس يوتين ده بيحصل وقت وبيحصل الوقت وقت المسوشها بيقعد 14 يوم وقت البريجنيس بيقعد 3 شهور طب لو الفيميل عندها كورباس الليوتين كتير ينفع في الطبيعة ما ينفعش لان الفيميل بتعمل هي فوليك الواحدة بتفرقها بطلع اوفا طب ازاي بقى عندها كورباس الليوتين كتير ازاي ده في حالة زيادة هرمون اله سي جي بنسبة عالية جدا وده غالبا بيحصل في اورام البلاسينتا او دي بنسميها ثيكاليوتين سيست اخر سيست عندنا ملهاش عاقب الوفريش اسمها ودي قلناها عبارة عن اندومتريوز اندومتري الجيلاندو حصلناها نزيف طب ايه هي نيوبلاستيك سيست نيوبلاستيك سيست يقولك ان الفيميل عندها ورم في شعره وجلده وسنان وكلام او عامل سيست ده اسمه ايه اسمه درمويت سيست او يطلع لها ورم عامل سيست جواها مية او ميوسين دي نسميها سيستا دينوم لو حميد وسيستا دينو كارسينومة لو مالجنت او ان اي سرطان على الوفري وبدأ يحصل فيه سيستيك اتشينجز بسبب النزيف بدأنا ان لا يحفي حفر فيها دم كده ده الجزء الاولين في ميل جينيتر